في إطار سعي الولايات المتحدة إلى علاقة عسكرية أكثر مورونة يمكنها تحمل التوترات المتنامية بين أكبر اقتصاديين في العالم أجرى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس محادثات اليوم الخميس مع نظير الصيني وي فانغ لقاء يأتي عقب أسابيع من إلغاء آخر مماثل بين الوزيرين من جانب الصين وذلك فيما اعتبره مراقبون بأنه رد على العقوبات الأمريكية ماتيس ووي لم يدليا بأي تصريحات عندما تصفح في بداية المحادثات التي جرت في سنغافورة على هامش اجتماع لوزراء الدفاع الآسويين لكن راندال شرايفر هو مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون آسيا والمحيط الهادي خاطب الصحفيين المرافقين لماتيس قائلا إن واشنطن وبكين قوتان مسلحتان نوويا ولهما مصالح إقليمية وعالمية مضيفا بأن هذا يحتم العمل من أجل أن لا تتفاقم الأمور إلى أشياء كارثية شرايفر لفت في الوقت نفسه إلى أن هذا الاعتقاد شعور مشترك مع الجيش الصيني الذي قال إنه طلب مؤخرا إجراء محادثات في سنغافورة بعدما قررت بكين إلغاء اجتماع ماتيس ووي في الصين العلاقات توترت بين أمريكا والصين بعد فرض واشنطن عقوبات على الجيش الصيني لشرائه من روسيا وبسبب ما تراه بكين تصعيدا للدعم الأمريكي لتايوان المنتمتعة بالحكم الذاتي والتي تعتبرها بكين إقليما منشقا ولطالما كانت العلاقات بين الجيشين الأمريكي والصيني أحد أكثر بنود العلاقات بين البلدين هاشاشة إذ تحد بكين من الاتصالات عندما تتصعد التوترات وشكل هذا مصدر قلق لسنوات لدى المسؤولين الأمريكيين الذين يخشون أن يتفاقم تصادم عرضي أو حادث مؤسف على نحو سريع